أكد السيد رئيس على التشبت والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطرح وتجسيدا لذلك يدعو السيد رئيس الحكومة النقابات لعقد جلسة للحوار القطاعي من الاثنين القادم مؤكدا على استعداد الحكومة لطوطيذ قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية ما كنش قانون مالية في العالم كي يجي فش يقول بأنه هات قانون مالية غنديروه غدينديرو فيه قداء ديال الحوار الاجتماعي لو الدليل هو أنه من اندخلت الحكومة في 2021 فجأت الحكومة في 2021 وبدأت الحوار الاجتماعي ما كنش حاجة اسمي تكلفة الحوار الاجتماعي في قانون مالية دونك الذي يقع هو أنه الحوار الاجتماعي هو أهلية تستمر وتشتغل بها مختلف الحكومات وهذه الحكومة عبرت على الإرادة ديالها السياسية لأنها تبني حوار حقيقي مع النقابات ومشي غير تبني حوار الاجتماعي ولكن أيضا لمأساسة الحوار الاجتماعي عبر تحديد واحد المواعيد السنوية قارة وتحديد واحد المؤسسات التي تشرف على هذا الحوار المكلفة بالقطاع العام المكلفة بالقطاع الخاص تفقنا على أبريل وتفقنا على سبتمبر سبتمبر لأنه الوقت الذي يوجد قانون مالية نتكلم به واحد شوية على التحفيزات التي تقدر أنها تتعطى وفي أبريل كتكون واحد المرحلة نتكلم على كيفاش غدياء الأمور لأنها كتلقى مع ذاك الموعيد ديال فاتح مي فلنأكد هو أنه السيد رئيس الحكومة اليوم في بداية اجتماعي المجلس أكد على أن الحكومة فتح الأبواب ديال الحوار مرة أخرى وأكد على أننا داخل الحكومة نعتبر هذا الموضوع ديال التعليم هو واحد من الركائز الأساسية ديال بناء الدولة الاجتماعية وأكد على أنه الرغبة وكل الرغبة هي في حل حالة هذا الميلف والدليل هو أنه أعطى دعوة للنقابات للجلوس يوم الإثنين المقبل في إطار اللجنة التلاتية شكرا لكم